اهلا وسهلا بكم ابنائي التلاميذ الصف الثالث الاجتباعي من منصة الاسكوله معاكم مسعبيل عباس بنكمل مع بعض الفصل الرابع احنا المره اللي فاتت واحنا بنشتغل في المضلعات قلنا كلمه خواص وشرح لحده النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض خواص الاشكال الربعيه بس هنخص شوية كمان شبه المنحرف ونعرف اشكاله وكمان اللي بيتميز فيه تعالى نبدأ بقى من الاشكال الربعيه انا عندي الاشكال الربعيه كثيره بس انا هنا قدامي ايه ده اسمه ايه مربعيه مربعه ان اشتر مني صح انت عارف عن внимание يه اوه لأربعه اضلع والابعه اض ml أدبعه تمام ان الاسم بالشكل يهسمه مربعه اسم مستطين انت اعرفيه لماذا اوه IstoH cookie for sale 速 titan吗 م principals اعرف اوه لانا انا ما سوف ي likitol كل ده العلم متقابلين ما لهم متوازين جميل اسمه مستطيل طيب في حاجه كمان يتميزه اه بس احنا لسه هنقضوا واحده واحده كده طيب ده اسمه ايه متوازي اضلاع جميل وهندرس فيه كل حاجه طيب هنا اسمه معيد طيب انا ليه حتى الاربعه هدول مع بعض فيه اشكال تاني اه بص بقى لو انا خدت بالي ثم اخر إضلاع متصويه لكن هنا ليس متصويه يبقى ده صفحه مش مشتركه بس انا عارف ان كل الضلع الاولانين بيوازي اله تحته مقابل له و الضلع الأخر اهو بالعلامتين يوازي الضلع الآخر المقابل ليه انا في الملبح تعالى في المستطير برضو يا مسهو الضلع اول يوازي الضلع المقابل وهنا الضلع الآخر يوازي الضلع الاخر المقابل ليه مقابل يعني اقصاده كاان انت بتبص على خارك طب متوازي الاضلاء برضو لي اربع اضلاء الدلع الاول اللي فوق يوازي الدلع المقابل الاخر طب تعال الاخر بقى ادي دلعين اهم برضو متوازيين تمان وقلت لك مقابل يعني اصاده طب المعين ادي الدلع الاول هنا يوازي الدلع ده مقابل ليه والدلع الاخر هنا يوازي الدلع الاخر المقابل ليه يبقى هنا انا اقدر هنا اقول ايه الحقاصية ان كل دلعين متقابل المتوازين انا وجيت لك في الامتحان او في سؤال اقول لك كل دلعين متقابل المتوازين في نوات ونوات 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 تقول لي ايه مربع مستطيل معين متوازين افضل تمام ادي اول حاجة مهمة طيب بص كويس اوي ده اسمه ايه حبيبي ده اسمه شبه منحارب ده اسمه شبه منحارف طيب وده برضو الشبه ايه منحارف جميل يا ميس ده الاثنين من الشبه بقى بص يا حبيبي شبه منحارف ده مفوش اي حاجة خير حاجة واحدة ايه هي اننا عندي ضلعان متقابل متوازين فقط اسمع كده كلمه ايه فقط ما ينفعش اقول الله ما ينفعش اقول كل ضلعان متقابل متوازين ما ينفعش ما ينفعش اقول ايه غير حاجة واحده ضلعان متوازين فقط لاني هنكمل الدرس في شبه منحارف وبقول تاني عشان في واحده صاحبتنا هنا جنبنا لازم تاخد بالها وتركز تاني ده اسمه شبه منحارف مفوش غير حاجة واحده بس ضلعان فقط متوازين تمام يلا حبيبي ناخد كمان انا راسنا ايه ده اسمه ايه ده اسمه مربع جميل وده مستطيل اه ايه الجديد هنا ايه العلاقة بين ده وده طب المربع يا ميس اضلعهم ده ساوية طب المستطيل لا يا حبيبي طب همال يلي بيميز اني خلي بالك اني زوايا متطبقه دي هنستاخدنها زاوية اللي جوه هنا زاوية واللي جوه زاوية ليه كم زاوية اربعة خلي بالك الاربع زوايا متطبقه معلومه حضرتك يا مش موجوده عندك في ثلاثة في السن تشاطر اني قياس الزاوية بتاعت المربع بتساوي تسعين درجه ليه يعني ايه تسعين يعني هنا ايه ان المربع المربع في ايه اربع زوايا قوائم قياس كل واحدة كم يا حلوين تسعين درجه هي مش عليك في سنة تالتة بس المعلومه دي مهمه اوي عندي تعال معي هنا ده اسمه ايه مستطيل ليه كم زاوية اربع زوايا برضه اربع زوايا طب نحهم ايه قوائم يعني ايه قوائم يعني اربع زوايا قائمة قياس قياسها كم تسعين درجه تمام يبقى دي تسعين وهنا تسعين وهنا تسعين وهنا تسعين وهنا تسعين الاربع زوايا متطبقه يبقى هنا المشترك بين المربع والمستطيل الزوايا المتطبقة يبقى ما اقول لك اكمل الزوايا المتطبقة في مين هو مين هتقول للمربع والمستطيل معلومة زيادة ان كل واحدة فيهم تسعين درجة اي رأيك طيب تعال بقى ده اسمه يا جميل اسمه مربع جميل طب ده اسمه معين ايه اللي انت ملاحظوا ان المربع لاربع اضلاح ملها متسوية في الطول حلو جميل طب والمعين برضو ليه اربع اضلاح ملها متسوية في الطول جميل يبقى ايه الصفه المشتركه هنا الخاصية ان الاضلاح متسوية في الطول يبقى انا ممكن اقول لك اكمل الاضلاح متسوية في الطول في مين في المربع والمعين اسمع كده كويس تمام يلا حبيبي الله ايه ده يمس ده انت عارفه انا عارفه ده اسمه شكل منحرف صح يا جميل منحرف ليه لان في ضلان متوازيا فقط طب ده اسمه ايه متبرقش ده فعلا شكل رباعي صح طب انا شفته قبل كده هو شكل رباعي بس مش عارف ده اسمه ده اسمه حبيبي دلتون اسمه يا جميل دلتون جميل دلتون ده اللي احنا بنعمل بيه الطياره اللي بنيجر بيه على البحر ونتعزم طيران جميله بنعمل شباق معه تمام طب ايه الخاصية هنا مفيش مفيش حاجه هنا يعني مش قادر اقول ان هنا حاجه زي التانية يبقى ده اسمه دلتون وشكل رباعي يبقى هنا الاضلاء غير متساوية والزوايا ليست متطبقه يبقى الشكلين دول مرهمش دعوا باي حاجه تمام تعالي بقى معي يا جميل خليك معي احنا مش درسناه هندرس حاجه اسمه شكل فن شكل فن يا ميس ايه فن ده انا اول مرة عرفه بس حبيبي اولا انت لو لديك اخ اكبر منك سنة خمسه عنده مصطر اسمه مصطر دفن كل مصطر دي بيبقى فيها اشكال احنا انت اصغرنا بس جميل شكل فن هو اي شكل هندسك انت بترسمه بس عشان انت صغير احنا هنرسم دايرة يبقى ده شكل فن طب يا ميس لو حطيت عليه دايرة تانية دايرة تانية مع معك برده شكل فن يبقى انا لو عملت بصلي كويس او عملت كده مسلس دا اسمه شكل فن عشان تبقى عالبس مقفول عملته مربع برده شكل فن عملته مستطير برده شكل فن اي شكل اي شكل هندسي يبقى اسمه ايه شكل فن تمام جميل جدا نرجع بقى شكل فن هنا انا عايز اعمل ايه شكل فن فيه شوية اسئله لو جيت قلت لك الاضلاع متصرف فكر كده من القبل انشاء فكر تمام اضلاع متصرف من ومن الولد الجميل قال لي المربع والمعين قلت له بلاظه عليك طب السؤال الثاني الزوائه متطبقه اه اه فكر كده كده اول رسمه اه 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 يا ميس المربع والمستطيل صح ساعة ما انا قلت لك انا هديك معلومه زياده ان كن الزوائه متطبقه ان المربع اربع زوائه متطبقه كل واحده تسعين درجه لانها قليل والمستطيل اربع زوائه برده قيمه تمام طب ايه بقى اللي انت اذا ملاحظو انتملاحظو ملاحظ ايه ملاحظ ان المربع مشترك في الاثنين ملاحظو ان المربع مشترك في الاثنين يبقى يلا نا ملاحظه ان المربع مشترك الله يعنا ايه مشترك انا لمcap اعمل شكل brushes hacen hicoes حط المربع في الجزء المشترك فين الجزء المشترك اهو دهacy ياسمه الجزء الايه المشترك انه هيتحق فين في المربع لان المربع اطلعه متساوية ومتطابقة كلامي واضح لي يا جماعة اهو لان المربع ماله اطلعه ايه بقى متساوية و ايه كمان ومتطابقة كلامه واضح يلا قدامي كده انا عندي الاشكال قدامي اهو المربع وكمان المستطيل وكمان المعين عايز احطوهم جوا شكل فين تفتكروا يا تارا هاخد ايه او ايه اللي هاملوا يبقى انا الاول لازم افهم هصنف شكل فين ازاي الان اكتب هذا صنع هان هنا هنا هكتب كلمه الزوايا المتطبقةbeing يا اترى ان الذوايا المتطبقة الزوايا المتطبقة كان في المربع و المستطيل تب هنا هكتب الولوع المتساوية انا باخدر ببالي امدى احط الاشكال القواه second wzglجز اخلي زوايا متطبقه وجز اخليه اطلع متصاوية مين اول شكل هاخده اول شكل هاخده المربع المربع موجود فين ماذا نبدأ تمام بالدن انه في الجزء المشترك داخل المهاиях يبقى انا هابدأ هاخد ايه يا حلوين المعين حطته هنا فعلا المعين برضه اضلعه ما لها متساوية يبقى لسه هنا الزوال متطقه الزوال متطقه هي فيه في المربع والمستطيل صح اروح اخده اهره يبقى كده حطيت شكل فنه وقدرت ارسل الاشكال في جكل ايه فين تمام يبقى المعلومة اللي لازم حضرتك اتركز عليها ان المربع هو الجزء المشترك بين الاتنين والحطة دي حلوين اهي بلونها كل شو الاحمر ده بجزء ايه المشترك تمام حبيبي بنكمل مع بعض الدرس النهاردة ونسيت اقول لكم ان صديقنا العزيز واسيم كان قاعد معايا طول الحلقة صح يا اسيم وفاهم كويس خلي بالكو ده شائع وشاطر بس هو مش بيحب يقول نحن نحن كنا بناخد خواص الاشكال الربعية وكنا بندرس خاصة شبه المنحرف صح يا اسيم اهو انا جايبالك شبه المنحرف اهو ودي كمان شبه المنحرف صح شاطر يا اسيم ايه شبه المنحرف طيب الاني برضو اسم ايه شبه المنحرف جدع ياسيم شبه المنحرف ياطر ايه اللي بيميز شبه المنحرف حاجه واحده بس ان ضلعان فقط متوازيا يعني ضلع الهنب بيوازته والضلع هنا شايفو بيوازي اللي تحته صح يا اسيم فقط يبقى اللي بيميزه هو شكل رباعي شكل ايه شكل ايه عشان ليه اربع اضلاع فيه ضلعان متقابلان متوازيا ايه فقط يبقى اول ملاقي كلمة فقط يا اسيم اعرف ان هو متوازي ايه ايه اكيد انا كنت غايزة غلطك لك انت طلعت شاطر يبقى اسمه ايه شاطر عازك تبقى شاطرين يبقى شكل رباع فيه ضلعان متقابلان متوازيا فقط شبه ايه منحرف طب الضلعين التانيين مالهم غير متوازيا جميل جدا والضلعان الاخران ادي الضلع الاخر ودي الاخر طبعا غير متوازيا وهم ايه دل اخر كمان شايفو هادي الاخر غير ايه متوازيا طب ايه كمان الاضلع غير متسوية والزوايا غير متطبطة صح يا اسيم اهو يلا بص الاضلع مالها الضلع غير متسوية عالش تلك يا اسيم مركز غير متسوية والزوايا ليس متطبطة يعني مش قدي بعض صح يا جميل طب بص عشان افكرت كتا عشان تشاطر يا طلع مين اللي كان اضلع متسوية وزوايا متطبطة مال مين اللي اضلع متسوية وزوايا متطبقة ايو كده قال المربع قال لي ايه مربع علي ناخد كمان بقس وقال عشان تشاطر ماشي سلم هاوصل ادي المجموعة الاولانية وادي المجموعة التانية مجموعة فيها كلام ومجموعة فيها اشكالها انت سيئة صح الاولانية بقول ايه له ضلعان متوازيان فقط فقد سيئة ממ�حرف فين شئ منحرف ده Centene واحد او تانية واحد سطح لي خيبة تاني واحد قال لي تاني واحد طيب كله ضلعان متحدك متوازيان في الطول يا طرا مين متوازي cabeza برافو عليك متوازل اضلع طيب الفرد انا مش عارفة اعمل ايه يا استاذ اصيبه وحل الباق شايف ده الجمال انا لو وقفت في سؤال اصيبه وحل اللي وراه اقرأ كده اللي وراه شكل رباق له اربع اضلع متساوية من اربع جواية متتبقة برافو عليك من اللي في الشرطين ممتاز جدا من اربع اضلع متساوية في ايه فاتح بقك لان شكل رباعي له اربع اضلع متساوية و اربع زوايا متتبقة اللي المربع و متأكد ولا مش متأكد اللي بعده شكل رباعي له اربع اضلع متساوية و اربع زوايا غير متتبقة المعين جميل جدا 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 نرجع للسؤال اللي احنا سبناه فكره كل ضلعين متقابلين متوازين في الطول في مين في الطول في مين ما انت لسه لا ايهالي برافو علي يبقى كده وصلنا كله صح يا استاذ وسيم صح حلوة الهندسة صح صح جميلة قوي و انت شاطر حبيبي ما ننساش نشترك في القناة و نعمل لايك و نشير كثير كثير عشان ايه يوصل كل مجهوداتنا دي و كل الفيديوهات لكل التلاميذ و يستفادوا بيه اكبر استفادة صح صح جميلة ما ننساش برده في ايه في ايه شيط اسئلة حضرتك تدخل عليه و تحل و كارنو شيط الاجابة و كمان يا حبيبي اختبار تفاعلي تقدر تقيم نفسك من خلاله هتعمل كده وسيم هنقول لي زبايلنا ايه الى اللقاء يلا النولوم باي بار ان شاء الله و ناخد درس ايه ناخد كمس جديد حبيبي الى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله شكرا